طيب سمعنا كتير فترة الأخيرة عن شكل الجسم الكرفي ويمكن البنات بقى عندها هوس بالموضوع ده والله أنا عايز أقول لحضركك الحاجة بتستخدم كتير قوي من المصطلحات الغرض منها اللي هو زي ما نسميه الترويق الترويق لكن هو الشكل الطبيعي لكل جسم الجسم اللي هو مجموعة من الأشكال كل جسم اللي هو مجموعة من الأشكال زي ما حالك عارفها شكل كومترا شكل كل جسم اللي هو رسمة معينة احنا بنلتزم بالفريم اللي هو الشكل الطبيعي للهيكل العظمي بتاع الجسم مع تنصيق الجمال بتاعه في بعض حالات بيبقى ما فيش حل تجميلي يعني ازاي عندها عدم الحوض عريض وهي من فوق كنزة شوي هنا نبدأ أن ننصح أن تشوف بقى حد بتاع ملابس ستايلست وتيفر بقى يبدأ ينبهها تلبس حاجات تعرض من فوق وحاجات من تحت مقلمة تقلم من تحت يعني نبدأ أن نتلاعب باللبس لكن حتة أن كل واحد هنأمل له حاجة معينة أو أن أنا جاي عايز التقنية المعينة من الحاجات اللي بتزعلنا قوي في جراحة تجميل أن حد يقول له حضرتك أنا عايز كذا لا هو أنا عندي المشكلة الفلانية يعني أنا بتوجه لجراحة تجميل أو أي طبيب عموما بقول له والله أنا بقعاني أو مدايقني المشكلة واحد اتنين تلاتة لكن مش عايز بقى شكل كذا أو تحاول الموضوع هنا من قول عايز شكل كذا تحاول الموضوع لموضوع ترويجي بحت لموضوع اللي هو حتى المريض يقول له حضرتك السعر كامل استخدام لفظ السعر دلالة على أن هي سلعة لأوة خالص هي كل واحد حتى بنسميها كاستام ميل فيش مريض زي التاني تقنية معينة أي تقنية في التجميل تجميل الأنف شد البطن تصغير السادي تكبير السادي شفط دون مفيش مريض زي التاني يعني كل واحد له أبعاد معينة وبناء عليها كل حالة مهمة أو يتقييمها كويس تحديدي النتائج اللي حقولها مهمة أوي ما جيبش صور قبل وبعد مهمة أوي أوي ما وريش المريض صور قبل وبعد لأن أنا بعمله حاجة اسمها منتال كونفيوجين يعني أنا بلخبطه زهنيا ليه أنا وريته صورة سي فلان رسم عظام الوجه لفلان مختلف وريته شد البطن لفلان فلان ده طوله مختلف وعرض جسمه مختلف أبعاد الصورة مختلفة وهنا النتائجة مش مقبولة كل واحد يختلف عن التاني في النتائج المتوقع في الإطار برضو المقبول جماليا يعني برضو علشان ما تبقاش مبرر أن أنا أعمل أي حاجة وأقول هو ده عشان جسمه كده لأ هو فيه قواعد جمالية سبتة في جراحة التجميل بناءا عليها كل تدخل تجميلي شد البطن زي ما قلنا تصغير وتفر بقى هنعمل إيه التجميل البطن هنعمله له قواعد مفترض يطلع الشكل قد كده علشان يوم ما هذا المريض يزعل ويجي يسألني أو يسأل أي حد يقول له عملي دي جماليا مقبولة ولأ قدر أقوله جماليا مقبولة ولأ في الإطار العلم المقبول